أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الصين عادت إلى النمو في إبريل بعد انكماشها الحاد في مارس ما يشير إلى بعض التحصن في الطلب الخارجي الذي يأمل صناع السياسات في بكين أن يمتد حتى نهاية العام الجاري وأنمت الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 1.5% على أساس سنوية الشهر الماضي تماشيا مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز